اشتركوا في القناة السيدة الوزراء السيدة باتريسيا اسبينوزا الامينة التنفيذية أيها السادة والسيدات المندوبون والمراقبون أصدقائي العزاء أود بداية أن أحيي حضور السيد وزير الدولة محمد ليزغي رئيس المؤتمر في دورته السابعة وأحيي كذلك كل الرؤساء السابقين لمختلف القمام مرحبا بكم في المغرب اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف إن المملكة المغربية بكل مكوناتها وقواها الحية تصديفكم بمراكش المدينة الحمراء الداربة بجذورها في عمق التاريخ أرض الملتقيات والانفتاح والتلاقح الحضاري لقد وفرت بلادي كل الإمكانيات من أجل ضمان أحسن الظروف لنكون في مستوى هذا الحدث العالمي ونحقق سويا النجاح المتوخى منه إن مدينة مراكش ومن خلال إبداع ساكنتها وتضامنهم عرفت كيف تظل على مدى القرون سدًا منيعًا في وجه المخاطر والصعوبات المناخية ولقد تم التهيئة باب إغلي لتخليد هذه الروح في جوٍّ فريدٍ يطبعه الحوار إنّاً عقاد مؤتمر المناخ في دورته التانية والعشرين في أرضٍ إفريقية لا يترجمٌ خراط قارةٍ بأكملها في المساهمة في المجهود العالمي من أجل المناخ ويؤكد على عزمها على تحديد مصيرها بنفسها للتخفيف من هشاشتها وتعزيز قدراتها على التحمل أصحاب المعالي السيدات والسادة لعظيم الشرف أن أحدى بثقاتكم لترأس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية وإنني لأقدر هذه المسؤولية حق قدرها وأتطلع إلى دعمكم من أجل أداء هذه المهمة على أكبر وجه وأكمل وجه أود أن أشيد بالسيدة سيغولين رويال والسيد لغون فابيوس وأنوه بالعمل الذي أنجزته الرئاسة الفرنسية خلال هذه الدورة الواحدة والعشرين من هذا المؤتمر والتي توجت باتفاق باريس من أجل المناخ لقد عملنا خلال الأشهر الأخيرة يداً في يد وأدرك أنه بإمكاني أن أعتمد على دعمهم المتواصل أصحاب السعادة أيها السيدات والسادة يأتي هذا المؤتمر في سياق واعد ومفعم بالأمل والتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء حيث تواجه شرائح واسعة معاناة يومية وتطرح تساؤلات حول مصيرها بل وحتى على وجودها إن ضميرنا أخواتي إخواني يسائلنا من منطلق مسؤوليتنا الجماعية التي تفرض علينا إيجاد إجابات عاجلة وملموسة فعلينا أن نكون جميعاً في مستوى هذا التحدي العالمي وأن لا نخيب انتظارات الفئات الهشة ألم يعلمنا المثل الإفريقي أن الشمس لا تتجاهل قرية حتى ولو كانت من الصغر بمكان ويمكنني القول إن التعبئة غير المسبوقة للمجتمع الدولي وإرادته السياسية التي تم التعبير عليها على أعلى مستوى توجد بدخول سريع لاتفاق باريس حيث التنفيذ وهذا ما يشكل في حدداته تقدماً كبيراً وغير مسبوك وعلينا توظيف هذه الدينامية من أجل إعطاء بعد ملموس لهذا التطور الكبير باتخاذ قرارات تهدف إلى تفعيل اتفاق باريس ينبغي علينا خلال هذا المؤتمر أن نكون أكثر طموحاً في التزاماتنا وفي إتمام آليات الدعم وتعزيز الخبرات والقدرات ويجب أن يدرك الرأي العام هذا التحول الذي ينبغي أن يشمل جميع الأصعدة انطلاقاً من المستوى المحلي ووصولاً إلى المشاريع الكبرى العابرة للحدود في إطار شراكات رابح رابح نحن واعون تماماً بحقية الرهانات فما نحن بصدده اليوم لا يقتصر فقط على التغيرات المناخية بل يرتبط بما هو حضاري وبالتنمية الاقتصادية واليوم نحن مطالبون بإبراز نماذج مبتقرة للتنمية المستدامة قادرة على تطوير اقتصاديات دول الجنوب إن العالم يتابعنا ويطالبنا بالوضوح في المبادرات التي تم إطلاقها كما يجب علينا التحلي بالشفافية والانسجام لقياس آثار جهودنا المشاركة إن مسؤوليتنا اليوم لجسيمة أمام الإنسانية ويتعين علينا أن نتحد لتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة على وجه الخصوص وأن نوفر لهم وسائل التكييف مع العواقب الوخيمة المرترتبة عن التغيرات المناخية أصحاب السعادة أيها السيدات والسادة يلزمنا أن نعطي بعداً عملياً لمجمل الأفكار والمقترحات التي انبتقت عن مختلف المشاورات التي تمت بهذا الخصوص على ضوء رؤيتنا الموجهة نحو العمل لذا تقترح الرئاسة المغربية وضع أرضية من أجل دعم تفعيل الاتفاق وذلك بتثمين المكتسبات والإنجازات التي تحققت مؤخراً وكذا التحفيز على اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة من أجل المناخ أصحاب السعادة السيدات والسادة خلال الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف اعتبر جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين أن مؤتمر باريس ومراكوش هما أولاً وقبل كل شيء قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا إذا كانت باريس أعطت للعالم اتفاقاً ملزماً للحكومات فإن مراكوش تدشن جولة شاملة جديدة تستوعب كافة الأطراف من أجل العمل وسعياً منها لتحقيق هذا الهدف ستواصل الرئاسة المغربية وبدعم كبير من السيدة باتريسيا إسبينوزا وفريقها تعزيز حوار مفتوح وتشاور شفاف يشمل كافة الأطراف كما ألتزم من جهتي بأن تعمل الرئاسة المغربية باستمرار لتحقيق تقدم ملحوظ وملموس على مدى سنة 2017 وستسعى جاهدة مسترشدة برؤيتها الاستراتيجية خلال المؤتمر وطيلة السنة القادمة للعمل إلى جانبكم بكل حزم لتنفيذ ولايتها بطريقة شفافة ومنفتحة على الجميع وإنني لعلى يقين بأنه يمكنني الاعتماد على دعمكم والتزامكم من أجل إتمام هذه المهمة وشكراً على إصغائكم ترجمة نانسي قنقر